اشتركوا في القناة بمناسبة ذكرى التاسعة عشرة لتأسيس المجلس الاعلى للمرأة اكدت رئيسة مجلس النواب ان اهتمام ومساندة ومتابعة صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة كانت نقطة التحول المتميزة في انتقال المرأة البحرينية من مرحلة النهوض والتمكين الى مرحلة التقدم اذ وضعت سموها خارطة طريق ترتكز على مبادرات مبتكرة وخطط واستراتيجيات فعالة انطلاقا من رؤية واضحة تقوم على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام على اسس تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة فيها واعربت معاليها عن التقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبمساندة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الاعلى النايب الاول رئيس مجلس الوزراء في ادماج الخطط الوطنية للنهوض بالمرأة في برامج الحكومة وتحقيق التقدم المطرد في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص الامر الذي كان له الاثر الواضح في رفع مستوى مشاركة المرأة البحرينية في المسيرة التنموية الشاملة واكدت معاليها حرص المجلس النيابي على مواصلة مسيرة التعاون مع المجلس الاعلى للمرأة ودعم الخطط الوطنية لتحقيق المزيد من التقدم للمرأة البحرينية وبينت رئيسة مجلس النواب ان المجلس الاعلى للمرأة وما يمثله من صرح نموذجي عالمي في مجال دعم المرأة وابراز امكانياتها قد احرز المكانة المتقدمة بفضل الجهود المخلصة لنخبة من الرائدات الكفؤات التي يعملن تحت مظلته بقيادة سيدة البحرين الاولى ويسعين بصورة دائمة لرفع سقف المكتسبات والمنجزات واشادت بالمساعي التي قام بها المجلس الاعلى للمرأة بتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة لتحقيق اعلى مستوى للاستقرار في الاسرة البحرينية خلال جائحة كورونا كوفيد 19 من خلال اطلاق مبادرات متقدمة كاطلاق حملة متكاتفين لدعم المرأة البحرينية الى جانب المبادرة في سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن احكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة